بمدينة أجديرو وبمناسبة نهاية الموسم الفلاحية نظمت شركة كوالي تيمار احتفالها السنوية مع الفلاحين التابعين لها برنامج الاحتفال عرف تقديم عرضين العرض الأول قدمت من خلاله الشركة نتائج التجارب التي تم تجربتها لدى فلاحيها فيما يخص زراعة أصناف بذور الطماطم والفلفل التي تلبي حاجيات الأسواق والمقاومة للأمراض والفيروسات أما العرض الثاني تمحور حول أنواع الأدوية الكيموية المرخصة في مجال وقاية وسلامة المحاصل الزراعية كما كل نهاية السنة الفلاحية ندير حفل خيتامي للفلاح لنا ندير فعله آخر المواضع من بين المواضعين عليها أصناف البودور المقاومة للفيروس والمقاومة للأمراض وأيضا جميع أصناف الموبيدات الأمور خاصة لإستعمال في المجال الفلاحي بنتنا معهم الثقة وكي تساعدوا معنا في الجاودة بأهم حاجة التكنيك كي يديروا معنا المغاكبة مزيلا الحمد لله وهذه الساعة الحمد لله نحن نخدم معهم بخير اليوم كان الجمع هنا نحن في اللاحة لختمين مع شركة كواليتي مار اللي ذكرنا بعد المشاكل اللي عشناهم في هذا السنة وحاولنا أننا نعطيه اقتراحات في هذه المشاكل اللي واقعي لنا مثل الفيروس طوبريف التوتاب صليتا وطرقنا الأصناف ديال الطماطم اللي غنحاولوا إن شاء الله نخدموا عليها باش نتفادوا هاد المشاكل ديال الفيروس طوبريف واللي غادي نحصلوا إن شاء الله على هاد الجودة الطماطم في تصدير ديالها باش إن شاء الله نكونوا ممتازين في هاد الشركة هذي كواليتي مار واحد الجروب اللي هو تيقى وواحد الجروب اللي كيصهر على المنتج ديال الفلاح في إنتاج دياله تلفيف دياله وفي تصدير دياله وفي تسويق دياله كواليتي مار كتصهر معنا وطربط تيقى ديالنا فيهم وطيقتهم فينا وحنا كنت مننا ومن الله خير إن شاء الله نزيدوا نطور هاد الشركة دي كواليتي مار ومشو معال قدام إن شاء الله واعترافا منها بالمجهودات الجبارة التي قام بها مؤسسي هذه الشركة تم تقديم شواهد تقدير وامتنان لشخصيات كان لهم الفضل في تأسيس ونجاح شركة كواليتي مار هذا التكريم بالنسبة لنا شرف لأن الشركة كواليتي مار هي من الأوائل التي بدأت في 2006 ونحن تعاوننا بيناتنا وداب الشركة تحتل تقريبا من مراطب ثلاثة الأولى فعلى حسب البروديكسيون نطيشة ونحن يحصل لنا الشرف أن الشركة كرمتنا في هذا النهار اليوم وكانوا في المستوى حتى بالنسبة لخدمة لهم والمعاملة لهم على الفلاحة وبنسبة لنا الحمد لله فلنات أي جيات تكتول والاتحاد بالنسبة لفلاحة كانوا متحدين بيناتهم وكانت لأمورة زيانة بالنسبة لفلاحة النتيجة عندهم زيانة موسيم دازبي خير وضحي استفدون الناس مزيان الحمد لله